بسم الله الرحمن الرحيم طلبة المرحلة الرابعة على أعزائه صباح الخير موضوع جديد معاد لهذا اليوم هو موضوع الانودايزنج أو موضوع الانودة في سلسلة السيرفس انجينيرينج للفصل الدراسي الأول فهم هذا الموضوع وتفاصيله متعلقة كثيرا بموضوع الاليكترو بليتينج سابق الذكر وهنا ما حاجة لإعادة نفس المعلومات السابقة لكن اختلاف كبير في الآلية المطبقة لموضوع الانودايزنج عن موضوع الاليكترو بليتينج يلتقون هذه المواضيع تلتقي في أنه الآلية المستخدمة التي تعتمد على التيار الكهربائي الخارجي المسلط على وحدة الخلية أو على الخلية الموجودة بها الانود والكاثود والاليكترو لايت فراح نكون وياكم هنا في بعض التفاصيل المهمة واللي تعاد حقيقة يعني جذر الموضوع أو مفهوم الموضوع أو كونسبت الموضوع العام وفهمه يعني فهم كثير من التفاصيل اللي تهمنا في موضوع سيرفس انجينيرينج نبتدي عن باكجراونج لموضوع السيرفس انجينيرينج بالانودايزنج مثل ما نواهنا سابقا موضوع الانودايزنج جاي من كلمة أنود بمعنى أنه أنا الورك بيسمالتي أو القطعة المطلوب العمل عليها هي حقيقة راح تمثل الانود اهنانا وهذا هو الاختلاف الاول بينها وبين الاليكترو بليتنج بمعنى أنه أنا القطعة المراد التعامل معها يجب أن تكون هي المضحية أو هي الانود ولكن راح نشوف طريقة التضحية مالتها هي اللي تنطيني يعني كل ما تضحي القطعة أكثر كل ما راح تكون قابلة للحماية أكثر أو يعني موضوع حمايتها راح يكون هو المطلوب أو هو المطلوب أنودتها طبعا لها جذر تاريخي هذه العملية مثل ما تلاحظون من سنة 1923 كان بداية استخدامها ونخلي في بالنا أنها مثل ما راح نشوف بالسلايدات القادمة أنها مخصصة لقليل من المعادن أو لجزء من المعادن على رأسها هو الألمنيوم وسبائك الألمنيوم وممكن استخدامها للمعادن القريبة من الألمنيوم كالماغنيسيوم والتيتانيوم والزينك أيضا وبعض المعادن الأخرى اللي ما راح نذكرها هنا لكن هي حقيقة أيضا مستخدمة في موضوع الأنودايزينج أو موضوع الأنودايزينج مستخدم لها لغرض حمايتها أيضا ما يفوتني ذكر معدن النحاس أيضا يمكن استخدام هذه الطريقة إلا ولكن بصورة أقل كثير من ما يشغل الألمنيوم في هذا الموضوع الآلية ببساطة مثل ما نشوفه هنانا مثل موضوع الألكترو بليتنج بتفاصيله يمكن خلية أدي خلية وعندي أقطاب وعندي هذا الأحواض اللي تضمنها العملية بالضبط مثل ما تضمن عملية الألكترو بليتنج وهذا هو وجه التشابه الكبير بينه وبين الألكترو بليتنج أنه عندي مصدر كهربائي خارجي وعندي باور سبلاي بمعنى باور سبلاي وأسلاك وكل هذه التفاصيل وعندي أيضا وورك بيس أنا أشتغل عليها وعندي كاثود وعندي آنود مثل ما راح نشوف في التفاصيل القادمة المطلوب من هذه العملية أنه أنا أحقق خلية كهروكيميائية متكاملة الأطراف من آنود إلى كاثود ومصدر كهربائي خارجي مثل ما نواهت ولكن القطعة مالتي أو القطعة اللي أريد أشتغل عليها أو اللي أسوي لها آنود هي القطعة المطلوب طلاءها أو تقدر سميها معاملتها خطأ يمكن نسميه طلاء لكن هو معاملة حقيقة للقطعة وهو بوضعها بمكان الآنود وأصلت عليها الجهد الكهربائي وتستمر عملية الأنودة هذه إلى أن تشكلي الطبقة الخارجية على السطح اللي هي طبقة الأوكسيد بالعادة وهذه طبقة الأوكسيد هي اللي راح تكون طبقة حماية أرجو التنويه هنا أنه أنا كل المعادن تقريباً أقدر أشتغل عليها موضوع الأنودايزنج ولكن يعتمد بواقع الحال أو يعتمد بصورة أساسية على طبقة الأوكسيد المتكونة أو المتشكلة كل ما تكون طبقة الأوكسيد مفهوم هذا الكلام كل ما تكون طبقة الأوكسيد حامية وذات التساقية عالية بسطح المعدن وذات سمق معتدل ويونيفورم عالي وتكون حامية للسطح هي هذه راح تكون الطبقة المقصودة أما يسأل البعض ليش غير ملائمة إلى بقية المعادن أعرف بالأساس أنه مثلاً معدن الحديد على سبيل المثال ما يشكل هذه المواصفات لطبقة الحماية أو ما يشكل هذه المواصفات لطبقة الأوكسيد المتشكلة على سطحها مثل ما نعرف أنه الرست مال الحديد أو ما يدعى بالعامية بزنجار الحديد هو غير حامي لسطح الماتيريا لذلك ليس من الجدوى بشيء أنه نجي أني أشكل طبقات من الأوكسيد على سطح الحديد في سبيل حمايته لأن هذه الطبقة راح تتكسر راح تنخلع من السطح وراح تتهشم وتكون هشة جداً وتزول بأبسط الجهود الميكانيكية المسلطة على سطح الحديد لذلك أبحث عن طبقات أكسيدية ذات التساقية عالية وذات حماية كبيرة ومسامية أقل لغرض هذا الموضوع أو لغرض الحماية بالأنودايزنج لذلك نشوف الكانديديت الأصلي أو المستهدف الرئيسي من هذه العملية هي عادة سبائك الألمنيوم والألمنيوم لما تملكه من مواصفات بمعنى طبقة الأوكسيد للألمنيوم تملك مواصفات الحماية بالكامل ورح تكون هي الحامي الأساسي لسطح الألمنيوم الداخلي أرجع على العملية من جديد طبعا هنا بعض البرودكت اللي أريد أقرب وجهة النظر أنه البرودكت المنتجة بعضها حبيت أخليها لدلالة الطالب على استعمال هذه الآلية الأنودايزنج فهذه بعض البرودكت هنا ورح نشوف بعض البرودكت الأخرى في السلايدات القادمة العملية ببساطة مختبرية يعني خلو نقول بساطة مختبرية هي حقيقة عملية كبيرة وواسعة وتنظيني mass production لكن ببساطة أساسياتها هي الآتي يعني عندي قطب كاثود قطب كاثود هذا اللي بشكل سيركل ده أشوفه هنا وقطب آنود هي الwork piece نفسها مالتي أو الpieces المطلوب أسوي لها عملية الأنودايزنج رح تخطص في هذا المخطس أو السائل الأليكتروليتي أو الأليكترولايت المشار إليه هنا مرة ثانية هذا الكاثود اللي يحمل العلامة السالبة وهذا هو الأنود اللي يحمل العلامة الموجبة أو اللي رح يكون هو الأساس في عملية الأنودة رح أمرر تيار كهربائي ولكن التيار الكهربائي هنا اختلافي عن الأليكتروليتي ودائماً أنا أجي بالذكر للأنودايزنج بعد الأليكتروليتي مباشرة في الأليكتروليتي أخواني العزاء قلنا أنا أحتاج المصدر الكهربائي الخارجي لغرض الحماية بمعنى أنه أنا رح أجي أقلب القطبية وأحول الأنود إلى كاثود والكاثود إلى أنود بشكلهن الطبيعي أحولهن أقلب هذه القطبية حتى الأنود اللي كان كاثود سابقاً هو اللي ينطيني أيونات الحماية اللازمة أو اللازم ترسبها على سطح الأنود السابق أو الكاثود الحالي هنا العملية ما تتضمن هذا الموضوع وإنما مش تتضمنه مثل ما ذكرت في تنويه السابق أنه المصدر الكهربائي الخارجي لا أنا أربطه مع الدائرة الأساسية بمعنى أربط الأنود مع الأنود والكاثود مع الكاثود بمعنى ما أغير أو ما أقلب القطبية إذن راح يكون السؤال ليش أنا دا أستخدم مصدر كهربائي خارجي بهالحالة إذا أنا الأنود هو أنود والكاثود هو كاثود وأخليهن على مجرى العملية وتنتهي العملية بالمطلوب نعم بالإمكان الاستغناء عن المصدر الكهربائي الخارجي لكن بواقع الحال المصدر الكهربائي الخارجي هو دا يسوي لي أكسلريشن للعملية هذه النقطة الأساسية اللي أريدكم تفهموها وتركزون عليها أنه أنا المصدر الكهربائي الخارجي بما أنه دا أربط الأنود على الأنود والكاثود على الكاثود أنا دا أزيد سرعة الدائرة الكهربائية بالمفهوم العام أو بالمفهوم الكهربائية بمعنى دا أزيد كثافة التيار سرعة التيار إذا تريد تسميها في سبيل الوصول إلى أفضل النتائج أو الوصول إلى الفيكنس الأوكسيدي اللي راح أشكله بأسرع وقت ممكن وبأكثر كفاءة ممكنة بمعنى أنه أنا هذه القطعة راح تتحول إلى أنود من خلال السائل الألكتروليتي راح يجيها طبقة الأوكسيد على السطح أو راح تشكل طبقة الأوكسيد على السطح والكاثود راح هو أورادي محمي وبالأساس محمي ومجرد واجبة هنا هو تكملة الدائرة الكهربائية تكملة الدائرة الكهربائية بمعنى التفاعل راح يصير على الأنود ويتحول سطح الأنود من السطح الاعتيادي خلنا نفترض ألمنيوم راح يكون من الألمنيوم إلى أكسيد الألمنيوم لأنها عملية أنودايزنج فإذن أنا دا أسوي أنود بمعنى دا حول إلى عملية التآكل بمعنى إلى عملية التآكل إلى كأنه دا حول إلى الأكسيد أو دا أكسيد القطعة بواسطة هذه العملية أو بواسطة هذه الآلية هذه النقطة الأساسية اللي أريدكم تفهموها واللي أريدكم تركزون عليها وتفهم أنه هنا ما عندي أي شيء من قلب القطبية بل بالعكس الأنود هو الأنود والكاثود هو الكاثود وهنا شرح يمكن تفصيلي أكثر للقطعة وحبيت تشوفوها هنا أنا دا أركز أنه الألمنيوم أوبجيكت أس دا آنود هو اللي راح يكون ديفنت للآنود بالشحنة الموجبة والكاثود اللي هو مثل ما نوهت يمكن أو مذكرنا هذه التفاصيل عادة يتشكل من البلاتينيوم أو الكاربون أليكتروت أو غيرها من المواد ذات الجهود المنخفضة أو ذات الباسيفيتي العالية هي اللي راح تكون الكاثود ومجرد تخطيص هذه القطعة بهذا الأليكتروليت أو بهذه المنظومة وإمرار التيار الكهربائي بالصورة الصحيحة آنود وكاثود على سلسلتنا الطبيعية راح هذه الوركبيس تتحول من الحالة الاعتيادية أو من المعدن الاعتيادية إلى أكسيد المعدن ولكن على السطح الخارجي نتيجة تآكلها وفق هذه الدائرة الكهربائية هنانا يمكن تفاصيل شوي أكثر لو تركز بيها تبتدي عدي عملية أو سلسلة تفاعلات يعني تنتج طبعا هايدروجين على سبيل المثال هنانا لأنه أنا عندي لازم يكون ناتج للتفاعل بابلز مثل ما تتشوف وتفاعل يصير على سطح الأنود لتحويله إلى الأكسيد المعدن بعبارات بسيطة وأكثر دقة هنا أنا أشوف بعض البرودكتز لقطع الألمنيوم وأريد أنوه أنه أغلب المنتجات أغلب منتجات الألمنيوم بواقع الحال والحاجة الماسة لأنه تكون محمية بأن أغلب البرودكتز لقطع الألمنيوم أو أغلب القطع المنتجة من الألمنيوم تعامل بهذه المعاملة تخلي هذه المعلومة في ذهنك وتعرف أنه كل الألمنيوم اللي تشوفه بالمحيط أو بواقع العمل أو بالمصانع بالمعامل بالدوائر وغيرها من البرودكتز اللي هي واحدة من أكثر المنتجات على مستوى المعادن وفي بعض الأحيان حتى تفوق الحديد أغلبها معاملة بالأنودايزينج لحاجة أولا وثانيا للإمكانية لأي قطعة من الألمنيوم بأنودتها وتحويلها أو تحويل السطح الخارجي لها إلى الأوكسيد اللي يكون حامي لسطح القطعة ولذلك هنا ذكرت أن الألمنيوم هو المستوى 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 إضافة إلى أرجع مرة ثانية بعض المعادن الأخرى يمكن أيضا ولكن هذه المنتجات اللي تشوفها ككيبلز كبرودكتز كقطع واللي راح نشوفها أيضا بالسلايدات الأخرى أغلبها معاملة بالأنودايزينج وتشوفها بألوان مختلفة لإمكانية هذه العملية أنه أضيف صبغ لونية أو غيرها من الأشياء وأقدر أتحكم بالمغطس لأنه يكون ذو إنتاجية عالية مو بس للأنودة ولكن لتلوين القطع ولإظهارها بمظاهر مختلفة وحقيقة ذات ديكور عالي ومرغوبة وإلها مكانها في سوق العمل ويعني بيعها بصورة يعني أكثر من المتوقع ليش؟ لأنه أولا سهلت يعني سهلت التشكيل بهذه العملية أو سهلت الإنتاج بهذه العملية وإضافة إلى الإمكانيات الكبيرة لإنتاجها بألوان مختلفة بمواصبات مختلفة مثل ما راح نشوف في السلايدات القادمة كأبليكيشنز هنا أنا ردت أنوه أنه في أغلب الأحيان تسمع مصطلحين في موضوع الأنودايزنج ممكن هاي ما نوهت لها في المحاضرة وهي الأسلوب التقليدي الكونبينشنال أنودايز والهارد أنودايز هذه المصطلحين دائما موجودات أو مرافقات لعملية الأنودايزنج يختلفا حقيقة بمواصفات الطبقة المنتجة أو الطبقة الأكسيد الناتجة الهارد من أسمها هي راح تكون ذات صلادة عالية والطبيعي أو التجاري أو المنتج العام هو حقيقة الكونبينشنال أنودايز اللي هو تكون صلاة أقل وأيضا اختلاق بالثيكنس واختلاق بالمواصفات الأخرى الهارد أنودايز عادة يفضل في حالة أريد أني موردنس ألمنيوم أوكسايد أو طبقة ذات مسامية أقل ذات مواصفات أعلى وأنتجها من خلال الوسط طبعا الوسط يكون أكثر بارد ودرجة حرارة أقل زمن أكثر ولكن بارتفاع أو بزيادة الطاقة الكهربائية المستخدمة هذا هو الفرق الرئيسي بين مصطلحي مصطلحي كونفنشنال أنودايز و هارد أنودايز اللي عادة ترافق عمليات الأنودايزينج يعني يقول شن المواصفات اللي تريدها أنت وفق الكونفنشنال الطبيعي أو الاعتيادي أو ضمن الهارد أنودايز بالتأكيد يجي الاختيار وفق التطبيق اللي أنا أريده أما كأبليكيشنز فأبليكيشنز كثيرة جدا مثل ما راح نشوف بالصور وهي ممكن تطلعون عليها كتدخل ضمن الكثير من التفاصيل العسكرية والقطع المستخدمة بالناحية الملتري العسكري وغيرها والمايكروسكوبك وكثير كثير من التفاصيل الديكور وغيرها من التفاصيل أيضا تشملها هذه العملية أي سطح تشوفه خفيف مصنوع من الألمنيوم خلي في بالك أنه في أغلب الأحيان معامل بالأنودايزينج وهذه مجموعة صور لكثير من التفاصيل يعني يمكن حصرها هنا في هذا الموضوع مثل ما قلنا الموضوع العسكري وكثير من التولز اللي أستخدمها في الحياة المنزلية كثير من التفاصيل الأخرى والأليكترونيات مثل الـ MP3 وغيرها سابقا وحاليا كانت السطوح الخارجية مالتها من الألمنيوم وتشوف وزنها خفيف جدا وألوانها براقة وزاهية أعرف أنه هذه معاملة بالكامل بالأنودايزينج وبطريقة الأنودايزينج كثير من التورجز والنوزلز وكثير من التفاصيل اللي يستخدمها في حياتنا العامة مطلية بهذا الموضوع أو معاملة بهذا الموضوع الناحية اللونية كلش مهمة هنانا بهذا الموضوع أيضا بعض جدران الأبنية اللي دا نشوفها في الوقت الحاضر مثل هنا بعض الأمثلة وكثير من موضوع الأليكترونيات الأل سي دي وغيرها وغيرها من الأم بي ثري وجدران الموبايلات وغيرها كلها يعني قزي السطح الخارجي للموبايل وغيرها من التفاصيل كلها مطلية أعرف بالأنودايزينج أو باي أنودايزينج السبب أنه أنا أثناء عملية الطلاق ممكن أنطي اللون اللي أريده والمواصفات اللي أريدها ويكون اللون ثابت وغير قابل للحك والخدش باعتبارها طبقة أكسيدية ذات صلاة جدا عالية وذات قابلية لتحمل الخدش والثقب وغيرها من التفاصيل أرجع وأقول أنه هذه الألوان عملية جدا مهمة تحدث أثناء يعني وضع القطعة في الأليكترونيات وتمطيني المواصفة اللي أنا أريدها واللون بالضبط اللي أريده وفق فد آليا طبعا وجداول يعرفوها اللي يشتغلون بالانودايزنج وتكون بالنسبة لهم عملية سهلة وذات انتاجية كبيرة بالمناسبة هذه العملية واحدة من الأمليات الماس بروديكشن ومطلوبة جدا أو يعني مرغوبة جدا السبب لأنه تنطيني دقة عالية بالأبعاد باعتبار الطبقة تنتج من نفس الماتيريال وما أحتاج أني أي قطعة خارجية حتى أجيب منعدها طلاء أخلي على القطعة الأساسية بل بالعكس القطعة هي الأساسية بغض النظر عن التفاصيل الموجودة بيها مجرد أوصلها بالكهربائية اللازمة وأخليها بالوسط الصحيح راح تنطيني المواصفات مال Oxide Layer على جميع أطراف أو جميع أجزاء القطعة بصورة متناسقة ومتناغمة وذات مظهر جميل وأيضا تنطيني المواصفات التي أريدها على جميع أجزاء القطعة بصورة منتظمة هذه طبعا كلها واحدة من الأشياء أو الأدفانتجز لهذه العملية أنه تكون مستخدمة لأغلب قطع الألمنيوم المنتجة وغيرها من المعادن بالإمكان طبعا تلخيص الموضوع أو يعني راح تقول هذه الألوان من أجتني أنا الموضوع باختصار يعني لو أجي كمواصفة هندسة مواد يعني أنا القطعة طبعا يتم تحضيرها بالعمليات اللي أخذناها سابقا كpre-treatment وأثناء عملية الأنودايزنج طبعا أنا إذا تشكل عندي طبقة من الأوكسيد على السطح الخارجي مثل ماذا تشوف هنانا ولكن باعتبارها طبقة أكسيدية وطبقة مشكلة بأسلوب نمو من الداخل راح تكون مليئة بالبروس طبعا وهذه البروس أو البروسيتي حجمها ومقدارها يعتمد على العملية ويعتمد على نوع قطعة الألمنيوم ومواصفاتها ومواصفات السيستم بشكل عام بعد هذه العملية راح عادة ما أسوي عملية سيلينج أثناء أثناء وجودها بالمحتوى وهذه السيلينج راح تنطيني اللون اللي أريده وراح أيضا إضافة إلى اللون في بعض الأحيان طبعا أو باينتينج راح تسد لي أغلب البوروس اللي موجودة بالسطح الخارجي أو الغير مرغوب بيها وراح تقلل لي هذه البوروسيتي بصورة فعالة جدا بحيث تنطيني طبقة سيلد كاملة ما بيها بوروس وذات مواصفات مطلوبة وأيضا هذا البينت أو هذا السيلينج راح يزيد لي من مواصفات هذه الطبقة إلى حد كبير وفعال بالمنتج النهائي والمطلوب لعمل محدد وراح بالتأكيد يقوم بكل مهامة أثناء العمل أنا حبيت أنوه إلى هذه النقطة اللي هي كثير أساسية وكثير يعني غير مفهومة في بعض الأحيان أنه أنا شلون ده أجي أسوي عملية السيلينج السيلينج اعتمادا على البوروسيتي اللي موجودة بالسطح الخارجي للقطعة المنتجة بالأنودايزينج بعض الأدفانتجز دي هذه العملية حبيت أذكر لكم إياها هنا وبعض الدس أدفانتجز دي هذه العملية أيضا حبيت أذكر لكم إياها للمقارنة بسلايديا يمكنكم قراءتها أو الرجوع لها واحدة من أهم الأشياء اللي قلتها أنه تشوف دائما قطع الألمنيوم تكون ذات هاردنس عالي وذات مقاومة للوير عالية والكروجين أيضا السبب هو طبقة الأكسيد على السطح الخارجي المشكلة بعملية الأنودايزينج ولكن بعض الدس أدفانتجز دي هذه العملية واللي ذاكرها أنا أيضا أمامكم هو اختصارها فقط على جزء قليل جدا من المعادن أو سكتر ذو عدد معادن قليل ابتداء بالألمنيوم وغيرها إضافة إلى الأخرى أو الدس أدفانتجز الأخرى اللي تقدرون تطلعون عليها وتشوفوها أو تخلوها راسخة في دماهكم أنه وش وقت أنا ألجأ إلى عملية الأنودايزينج وش وقت تكون هذه العملية بعيدة عن المواصفات اللي أنا أحتاجها هنا أنا أيضا نطيت مواصفات أخرى أو بعض الأدفانتجز الأخرى اللي مذكرتها بالنقاط السابقة وركزت هنا حقيقة على موضوع الـ Color Stability والـ Cost اللي تتميز به هذه أيضا العملية وتخليها واحدة من أفضل العمليات لمنتجات كالألمنيوم والتيتانيوم وغيرها من المعادن لكن بالتركيز على الألمنيوم أرجع وأقول أغلب المنتجات اللي تخص الألمنيوم عادة ما يسأولها عملية أنودايزينج مثل ما تشوفون هنا ببعض هذه القطع الشائعة الاستخدام عدنا بحياتنا العامة الميداليات القديمة وحاليا أيضا تنتج يعني أغلبها مصنعة بواسطة أو بعد عملية التصنيع عملية أنودايزينج مباشرة السبب تنطيني كل المواصبات اللي أريدها بأقل الكلفة وبألوان براقة وزاهية ويعني نقول جذابة وتخلي هذا الـ Product على أعلى مستويات البيع عالميا أما الـ Disadvantages فأركز مرة ثانية أو حبيت أن أذكركم إياها بغير أسلوب مع تشابه بعض النقاط أنه تركز على موضوع واحد وقليلة الانتشار على بقية أنواع المعادن وغيرها من المواصفات الغير مطلوبة هنا خليت لكم يعني وفق المصطلحات اللي حشينا بيها الـ Conventional والـ Hard طبعاً هنا تدخل ضمن عملية اختيار المواد ولذلك هذا الجدول حبيت أنه تطلعون عليه مجرد الطلاع وتشوف شون أنت تجي تختار بين من يجي المصنع يسألك المواصفة اللي تريدها أو هل أنت المواصفة اللي تحب تطلع عليها هي وفق الـ Standard أو فتشي إضافي فتجي أنت شنو اللي يخال في ذهنك من مواصفات مثلاً تجي إذاك الـ Roger Resistance لو تشوفوا هناك الـ Conventional تتضمن 336 ساعة لكن بالنسبة للـ Hard يصل إلى ألف و ألفين ساعة عمل بالـ Selt Spray أو بالـ Spray المالح فبالتأكيد يعني من تريد مواصبة كروج عالي راح تروح إلى هذا الخيار مثلاً Thickness أنا إذا أريد Thickness قليل عادةً أروح للـ Conventional لكن من أحتاج Thickness أعلى أروح عادةً للـ Hard Anodizing الـ Appearance أو المظهر مني أريد يكون براق ونظيف وشي مبهر راح أروح إلى الـ Conventional لكن حقيقةً من أذهب إلى الـ Hard Anodizing أخلي في بالي أنه هو عادةً ينطيني Dark أو ينطيني Gray إحنا نسميه أو ينطيني Matte لون الغامق أو الطافي إحنا نسميه وغيرها من المواصفات اللي هي تتضمن هذن العملية واللي قلت مرة ثانية أنه تعتمد بصورة أساسية على التيار المار وعلى الألكتروليد ودرجة حرارته ونوع الماتيريال المستخدم أخيراً خليت عليكم بعض الأسئلة أو بعض الأسئلة العامة اللي ممكن تطلعون عليها وتجاوبوها بأسدوبكم ليس الغرض منها الحفظ وإنما نهيات محاضرتي بثلاث أسئلة عامة هل هي صديقة للبيئة ويعني ما هي اللوي أو ما هي المعادن اللي جداً ملائمة لهذه العملية وأخيراً شن الفوارق أو شن الفوارق بين الـ Conventional Anodizing والـ Hard Anodizing كمصطلحات لأول مرة تسمعوها أتمنى أكون وفيت بهذه المحاضرة بالقدر اللي ممكن تستوعبوا وتبقوا نويا على تواصل شفنا الفوارق بين الـ Alicatroplating والـ Anodizing وشلون اثنين هن يشتركاً في عناصر معينة واختلفاً تماماً بعناصر أخرى أتمنى لكم التوفيق وأنا بابي مفتوح للأسئلة شوكت ما تحبون هذه المحاضرة راح تنزل اليوم على الـ Google Classroom وباب الأسئلة مفتوح بعدها إن شاء الله تحياتي لكم جميعاً